موسيقى أهلاً أحبائنا مازلنا في كفر نحوم هذه المنطقة الجميلة تابعة للروم الأرتودوكس والكنيسة كنيسة الرسل 12 رسول وهذه المنطقة كلها كفر نحوم على ضفاف بحيرة طبرية نواصل حديثنا في تعليم المسيح وفي هذه الفقرة سأتكلم عن لا تحتقر هؤلاء الصغار فطبعاً يعني لما ابتدأ يسأل المسيح عن من الأعظم في ملكوت السموات الرب أحضر ولد وقال ينبغي أن نرجع ونصير مثل هؤلاء الأولاد والرب يسوع باركهم وقال دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعهم لمثل هؤلاء ملكوت السموات وحذرنا من أن نعثرهم أن نستغلهم أو نهملهم ولكن عندما قال تحتقروا هذه الصغار بيتكلم عن شخصه المبارك وعن محبته الفريدة المتميزة المحبة بلا قيود بلا حدود وبلا شروط وعلى طول ابتدأ يتكلم عن ومن منكم له أو عنده مئة خروف وفي خروف ترك وضل وراح فالراعي الصالح بيترك التسعة وتسعين خروف طبعا خلي بالك في فلسطين في رعاك كثيرون بيرعوا مع بعض فبيقول للراعي خد بالك من الخراف وأنا رح أبحث عن الخروف الضال والسؤال ليش بيجازف وبيغامر بتسعة وتسعين خروف في نفس الوقت أنه بروح على البرية في الخطر حتى يبحث عن الخروف الضال هنا أحبائي بيتكلم عن محبته الفريدة هذه المحبة هي محبة عظيمة بس هاي المحبة هي محبة شخصية إلك وإليه وهذه المحبة هي محبة فردية فهو يحب المئة خروف ولكن في محبة خاصة فردية ولسيما للشخص الذي يضل فإذن هذا الراعي لا يستريح ولا يهدأ إلا برجوع هذا الخروف لأنه بالحقيقة لا يستغني عنه طب ما في تسعة وتسعين لا ما بيستغني كل خروف إلو قيمة عظيمة متميزة في نظر الرعي بحب الخروف شيء تاني في بحثه عن الخروف هذا بعبر عن الصبر بعبر عن الاحتمال محبة صابرة محبة محتملة يمكن يواجه الذئاب في البرية أو بنات آوة ويمكن الخروف يكون في خطر أو في حفرة فهو بيحتمل الصعاب وبيحتمل وبيصبر على هذا الخروف لأنه بصراحة يقول الكتاب كلنا كغانا من ضلالنا ملنا كل واحد إلى طريقه فإذن المعروف عن الخروف هو خروف بسيط بيتميز بالحماقة فمشان هيك الرعب يعطي اهتمام زيادة أكثر للشخص اللي بضل ولما بروح يفتش عليه بفتش من خلال المحبة محبة باحثة يعني في هذا الصياق مش عم بينتظر أنه الخروف يرجع لوحده للقطيع هو اللي بيترك القطيع وبروح بيبحث عن الخروف وهكذا أحبائي يسوع المسيح مكتوب في نفس الصياق ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك وعندما يأتي بالخروف بحب الصورة اللي في العهل القديم يعني بيحطه على منكبه وبرجعوا إلى الحضيرة فهذه المحبة اللي بتفرح بعودة الضال فبيفرح بيبتهج بيكون مصرور جدا أنه هذا الضال رجع إلى الحضيرة وفي نفس الوقت هي محبة حافظة لازم يحفظ الخروف والخرفان الآخرين والجدير بالذكر أنه الكتاب المقدس مليء بالتشبهات عن الله هو الراعي والرب يسوع قال أنا هو الراعي الصالح وهذه التشبهات كمان أيضا عن الخروف خرافي كانت خرافي ضال أتاهوهم رعاتهم في أرمية إصحاح خمسين والآية ستة يعني بدل ما ينتبهوا للخراف أو الرعية أعثروهم بعثروهم واتشتتت الخراف أما الرب قال أنا أبحث عن خرافي الضالة أكسر أسترد المطرود أجبر الكثير أعصب الجريح أهتم بالخراف في حسقيال 34 وهنا أحبائي في شيء لازم نميزه أنه في هذا المثل اللي بيعطيه يسوع المسيح هذا المثل بيتكلم عن الخروف الضائع اللي هو بمثل التلميذ في إنجيل متى إصحاح 18 أما في إنجيل لوقة الإصحاح الخامس بيتكلم عن الخروف الضال اللي هو بيتكلم عن الخاطئ الضال وبعدين بيشبه بيتكلم عن الإبن الضال اللي ترك أبوه وأبوه كان بينتظر عودته بشوق بصبر بمحبة وهذا الخروف الذي قال أقوم وأرجع إلى أبي وأقول يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك لست مستحقا أن أدعى لك ابنا ولكن الآب يحتضن ويقبل ويرجع إلى مكانة الأولى ويسترد اعتباره أما في هذا المكان سياق الحديث لا تحتقر الصغار فبالنسبة للآب كما مكتوب هكذا مشيئت أبيكم أن لا يهلك أحد هؤلاء الصغار فمشيئت الآب أنه لا يهلك أحد الصغار يسوع بارك الصغار لا تحتقروهم بل باركوهم لا تعتروهم ولا تستغلوهم ولا تهملوهم ففي ملائكة في السماء تنظر والآب ينظر والرب ينظر فبقول أفضل أنه يعني يطوق العنق بحجر رحة ثقيل جدا ويلقى في أعماق البحر فإذن الله ما زال يبحث لربما أنت اتبعت يسوع ولكن تركت الرب الرب ما تركك بعده بيسمع بعده بيقود بيعرفك يعرف وبيعرفنا بأسماء خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني الرب عارفك وشايف مستقبلك لكن تعال ببساطة تعال ببساطة الأطفال بالقبول قل له يا رب قبلني وارجع لحضن الآب ارجع للرب لأنه بحبك وعاوز يعطيك حياة أبدي ترجمة نانسي قنقر